الزكاة الاصطناعي موجود في كل مكان حرفيا وده مزعى لليوتيوب خل اليوتيوب يسأل منشئ المحتوى وهو بيرفع الفيديو هل المحتوى ده معدل بالزكاة الاصطناعي ولا محتوى عادي وانت كمنشئ محتوى مطالب انك تقول نعم او لا خد بال حضرتك التحديث ده حصل من شهرين او ثلاثة على الكمبيوتر لكن من امبارح بدأ يظهر على الموبايل والنهاردة انا عامل الفيديو ده علشان اخواتنا اللي بيرفعوا فيديوهاتهم من تطبيق اليوتيوب او من استوديو اليوتيوب لان الاتنين بدأ يظهر عليهم الموضوع ده مؤخرا وانت كمنشئ محتوى مطالب انك تعمل نعم او لا او مطالب انك تتجاوز الموضوع انت ورحتك بس انا هقولك امت تعمل نعم وانت تعمل لا لان الموضوع مهم جدا مهما كان محتوىك طب روتين ألعاب جيمينج تعليمي اي حاجة من الحاجات دي لازم حضرتك تصرح لليوتيوب هل المحتوى ده انت استخدمت فيه الزكاء الاصطناعي ولا لا وانت بترفع اي فيديو اذا كان فيديو عادي او فيديو شورتز اي فيديو بيبدأ يقولك كده ايه هل المحتوى ده بص بص التالي تالي بص كده يجيب لك تحت كده ايه هل المحتوى ده معدل ولا غير معدل وعلى فكرة مش بس هنا ده كمان في ستوديو اليوتيوب لو جد دخلت على اي فيديو قديم وعملت تعديل على الفيديو من القلم وانزلت تحت هتلاقي معدل او غير معدل ايه بقى ايه الكلام ده هقول لحضرتك علشان تفهم هنعمل نعم لو قمنا بادخال الاي اي او الزكاء الاصطناعي من اجل انشاء حدث غير حقيقي جعل شخص يتحدث بكلام لم ينطق به من الاساس زي مثلا ان انا اجيب اي شخصية مشهورة تقول اسمي خد بال حضرتك ده محتوى تم تعديله بالاي اي اي وانك مطالب انك تعمل نعم بس خد بالك في حاجة اسمها الخصوصية يعني ممكن حد يبلغ عنك انك تستخدمت شخصيته في الخصوصية ويقد ان الفيديو يتزال او تعمل عليه تعتيم علشان كده بلاش تستخدم الاي اي بشكل غير مرغوب فيه وده هنا بتعمل نعم لو عملت مثلا مكان في القاهرة خليت يحصل حدث مش موجود فيضانات مثلا بركان اي حاجة من الحاجات دي حصلت مثلا في شارع من الشوارع ده لازم تكبر نفسك انك تقول نعم ده مشهد غير حقيقي او لقطات معدلة او شخص بيقول كلام هو اصلا في الاساسي ما قالوش لكن لو بتعملي فيديوهات طبخ عادية حتقولي لأ لو بتعملي فيديوهات الفيديوهات دي زي اي حد بيصورها بتصور روتين بتصور طبخ بتعدلي على صوتك بتحطي فلتر ده كله مش ايه اي ولا معدل عليه الفلتر اللي انت بتحط ده فلتر عادي الا بقى لو خليت ارنب يتكلم ده بقى يبقى معدل بي ايه اي ده فلتر زكاة الصناعي لكن لو انت بتكلم بنفسك عادي هنا اليوتيوب اللي جي احنا التزاما بسياسات اليوتيوب الجديدة في عشرين اربعة وعشرين وعشرين خمسة وعشرين يجب اعلامنا ما اذا كان هذا المحتوى الخاص بك معدل او اصطناعيا ويبدو حقيقي يسمى لذلك الاصوات والمرئيات التي تبدو حقيقية والمنشأة باستخدام الزكاة الصناعي او ادوات اخرى لما تيجي تعمل عرض الامثلة هيبدأ يجيب لك امثلة الامثلة دي موجودة لاشخاص انت عملتها وكررت انك تحولها طبعا انا هرجع لان الموضوع واضح واضح جدا ان حضرتك تجيب شخصية تقول حاجة مش ملكي ليكي بقى انت او حاجة مش مهي قابتها فده معدل الموضوع واضح على فكرة سهل وبسيط مش محتاج ان حضرتك تخاف منه او تقلق منه انت تخاف او تقلق لو انت عملت لا اه ونشرت الفيديو جي اليوتيوب رجعه لك وقال لك نعم مرة التانية التالتة الرابعة ممكن يقول لك مع السلامة قناتك انت بتصير الرعب بين الناس باستخدام هذه السياسات بطريقة او بشكل خاطئ علشان كده احنا بنقول لحضرتك قناتك مهددة بالاغلاق اذا كنت بالقاتي اذا قمت ان حضرتك عملت تعديل واخترت لا اه فاليوتيوب رجعها فانت اخترت لا اه تاني فانت بتعامد مع السياسات اليوتيوب وعدم التزامك بالسياسة يعني عقوبة العقوبة دي ممكن انزار ممكن تحذير ممكن اغلاق القناة انت وحظك واليوتيوب الفترة الاخيرة حرفيا ما بيرحمش مخالف لو سترمز فيديوهات عادية وبتصور الفيديوهات عادية انا يريكم ما تقلقوش fulfilling انو موضوع عادي جدا انا عائز حضرتك تصور فديوهاتك وتقف اكدامي الكاميرا وتصور فديوهاتك وتنزل او حتى متجوبش عليه على бесagna في متواحد الفكرة لو انا دخلنا على قناة المتواحد الفكرة حجبت ذلك قناة المتواحد فكرة الاخير مثلاه دخلنا على التعديل أهمى هتلاقيين لو اخترت نعم ولا اخترت لا فاهم ولا هو موجود اساسا لان انا ده كله ماليش علاقة بيه انا بقى استخدم ايه نفسي لو عملت حاجة بقى بالاي اي واستخدمت وشكت فيها بعمل نعم ولو عملت نعم انا مش هتضر ولا هتقزي ولا هحصل اي حاجة انا بس بعرف اليوتيوب ان الموضوع ده تم انشاؤه باي تطبيق او اي برنامج بالاي اي لكن انا مش بقى زي نفسي ولو عملت لقى برضو مش بقى زي نفسي انا الاهم عندي ان انا التزم بالسياسات اللي هم ايلنها السياسات الواضحة اللي انت مفروض تقولها لا تطلب الفلتر الجمالي لا تطلب انشاء خلفية او تعديد عليها لا تطلب استخدام تأثير لتحسين مستوى الصوت تأثير عادي انشاء صور بالزاكرة الصناعية لصاروخ باستخدام ذا عادي لكن لما تعد الحدث وتعمل احداث خيالية تبدو على انها حقيقة لازم تقول اه ما بين دي وما بين دي شعرة زي ما بين الغرور والثقة بالنفس الشعرة الشعرة دي انت لازم تكون عارفها وحاسس بيها انت نفسك حساسها انت عارف انك هتعمل ايه لو بتعمل محتوى عادي وبتصور من كاميرا عادي وبتدخل صوتك عادي فكرك من الكلام ده الكلام ده مش ليك مش ليك ما يخصكش ولا يخص اي حد الكلام ده عادي جدا 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 ما يوش ايه لازمة يكون ليها علاقة بمين بقى بالناس اللي هي علاقة بالتكنولوجيا الناس اللي شغلة دلوقتي بدأت يجيب لك عمر دياب يسجل فيديو يجيب لك مش عارف مين يعمل فيديو وعلى فكرة قنوات دي شغلة وبتجيب ارباح كويسة جدا بس مهددة في ايه لحظة ماشي انا حبيت اوضحنا كل حاجة بالتفصيل سواء حضرتك كنت بترفع الفيديو او بتعدل عليه بتعدل عليه من ستوديو يوتيوب يعني ستوديو يوتيوب ده كمان انت بتعدل عليه او بترفع فيديو من يوتيوب فانت محتاج انك تقول نعم او لا او تسيبها فضية لو انت لقيت نفسك مش مؤهل انك ترد على الاتنين لغاية لما تسألنا في الكومنتات لا متقاحد يا فكرة انا محتوية ادخل بص عليه هل اقول نعم ولا لأ وبنسبة 95% هتقول لا لأ لان الخمسة في المية التانيين ناس بتشتغل ببرامج البرامج دي على كومبيوترات وعلى موبايلات الموضوع صعب جدا مس سهل زي ما حضرتك متخيل يعني ما تفكرش الموضوع سهل جدا ان انا جيب ايه ايه او شغل لا لا صعب جدا انك تحط روبرت يتحدث مكالة وكلم معاك ده معدل متحمني شكرا للجميع نتقابل في فيديو جديد كان معاكم المتوحد فكرة اخوكم المرجع الاول لما انت احتاطي وبيحب اوضح لك اضرق التفاصيل اللي ممكن تظهر قدامك في اليوتيوب وانت مش حاسس او متخيل ان هي ممكن تكون مقلقة بالنسبة لك لكن وضع سهل وبصير وحاجات انت هتعدلها بنعم او لا بسهل طريقة ممكنة اشتركوا في القناة